اهلا بكم احبائي في حلقة جديدة من برنامجنا المسيح في انجيل يحنى ووصلنا الاصحاح 6 تقريبا النص الاخير من اصحاح 6 اللي فيها حصلت عدة ايات ومعجزات اخرها تأمننا فيها اشباع الجموع وبعد كده الرب استرسل طبعا اشباع الجموع بخمس خبزات وسمكتين وبعد كده استرسل الرب في حديث مع المستمعين اليهود اللي حواليه عن ما هو الرب وقدراته وانه هو الخبز الحقيقي الحي اللي نزل من السماء وانه المن في القديم كان بيشير ليه وهنا الرب هيسترسل معهم في الحديث عن موضوع خبز الحياة وانه هو الخبز الحي الحقيقي واللي بيجسده بيقدم حياة وبدمه الطاهر بيقدم غفران لخطيانا حباي نواصل تأملاتنا في يحنى 6 في الجزئية الأخيرة ونرى في هذه الجزئية تذمر اليهود على تصريحات المسيح بأنه الخبز الحي النازل من السماء الذي يعطي حياة أبدية لمن يأكله روحيا طبعا بيتكلم الرب أي يتغزى عليه عمر الرب مقصد أن احنا نقطع منه ناكل لكن معاني روحية للأسف ما شفوش فيه غير النجار ابن النجار البسيط اللي جيه من الناصرة واللي بالنسبة ليهم مكان متواضع ويمكن كمان مكان محتقر مين ده اللي جاي يقول لهم أنا هو الخبز الحي الحقيقي اللي نزل من السماء وبالتالي ما قدروش يفهمه ويتحملوا كلامه اللي كان بكل صراحة بيدل وينم على الوهيته بكل صراحة وكل وضوح الموضوع ما كانش فيه أي غموض وما لهاش أي تفسير آخر الكلمات والعبارات اللي قالها الرب عن نفسه والحقيقة لو نبحث ماليا شوية هنشوف أنهم رفضوا ورفضوا كلامه لأنهم رفضوا ما يقولوا عن حياتهم وتوبيقه ليهم بسبب عدم إيمانهم وقصاوة قلوبهم وهم ذا فالت أفندد حسين أنهم أهينه فمش عايزينه ولا عايزين تعليمه ولا شخصيته ولا خلاصه وبكده بنشوف أنه عشان يحموا أنفسهم من كشفه لحقيقتهم وفتحوهم قرروا رفضوا رفض رسالته أول عن آخر وكل ما يقولوا عن نفسه كمان رفضوا وفي عبارة تانية مهمة جدا فيه قالها هنا الرب في عدد 44 لما بيقول لا يقدر أحد أن يقبل لي إلا ميكتذبه الآب الذي أرسلني وأنا أقيمه في اليوم الأخير وهنا بنشوف أن عملية الدعوة للخلاص هي مبادرة إلهية بحتة وزي ما بيقول الرسول بوليس في كروتس التانية خمسة أن الله في المسيح كان مصالحا العالم لنفسه وأنه هو اللي بيبحث عن الإنسان وبيحثه مرارا وتكرارا بروح القدوس بينخس عشان يفتح قلب الإنسان عشان يلب الدعوة وفي رسالة فليبي بيقول عبارة كمان مهمة جدا أنه الله هو العامل فيكم أن تريدوا أن تعملوا لأجل المصر الله هو اللي بيعمل الله هو اللي بينخس الله اللي بياخد المبادرة اللي بيبتدي وكذا بنشوف على الإنسان مسئولية أنه يقبل الدعوة والحث الإلهي اللي بيعمله الرب بروحه قدس في قلوبنا ويقرر أنه يقبل بالتوبة والشكر العطية للرب الدهال والعطية الجميلة عطية الخلاص ويقول له ارحمني يا رب أنا الخاطئ وأنا بشكرك لأنك دعوتني وقابلتني عشان خاطر اللي عملوا المسيح على الصليب لأجلي وعايزكم أحبائي تلاحظوا معي من فضلكم أحبائي إزاي الرب بيكرر الحقيقة المحورية المركزية في آية 47 لما بيقول الحق الحق أقول لكم أن من يؤمن به فله حياة أبدية ودي هي صل برسالة الإنجيل أنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع بحسب كورونت سيقوله 15 آية 22 بالتحديد كمان حقيقة توضيحية أخرى بتقول إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه دي في تسالونيك الأولى 14 وده بيأكد لنا أن كل من يؤمن بالمسيح من كل قلبه هيقوم من الموت الجسدي إلى الحياة الأبدية الحياة المجيدة مع الله عندما جئ المسيح تانية عن قريب بس حبيب أقول حاجة صغيرة عن فكرة المن اللي الله أعطاه عن طريق موسى في البرية في صفر العدد أصحى 11 تتذكروا كان بيقوتهم ليوم واحد وكان لازم يجمعوه كل يوم ومع أنه كان بيشبعهم ليوم واحد لكن ما كانش بيحميهم من الموت أو يمنع الموت عنهم أما الرب يسوع له كل المجد فبيقدم ذاته خبزا روحيا حقيقيا نازلا من السماء يشبع إلى التمام ويقودنا إلى الحياة الأبدية ويقينا من عذاب الجحيم الذي منتظر كل إنسان بعيد عن الله وعايش في الخطيئة بالسقوط كاسر وصايا الله وعايش في البعد وفي النجاسة الختام يا حبائي أقول بالارتباط بكلام المسيح عن أكل جسده والكلام ده طبعا كلام روحي بحت رمزي ليه مدلول روحي أبدي عميق وليس عارفي احنا بتعامل مع أمور روحية هنا مش أمور جسدية معناه أن لما ناكل المسيح وجسده كأننا بنتحد معه بالإيمان القلبي بلاهوته موته الكفاري عنا بالجسد وقيمته في اليوم الثالث لتتميم عمل الفداء أيضا بتكريس دوتنا ليه والاعتماد الكامل على روح القدوس وإرشاد كلبته الحية في الكتاب المقدس هو ده اللي بيعنيه الرب من هذا الكلام الهام موضوع أن احنا ناكل جسد ونشرب دمه ارتباط روحي به فأرجو نكون استوعبنا وأمنا عشان ننال الحياة الأبدية المجيدة في شخص ربنا يسوع المسيح الذي له كل المجد إلى أبد الأبدين آمين الرب يكون معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة